مساء الخير مشاهدين الكرام مجدداً نلتقي بكم وتحديداً من المركز الإعلامي الخاصة لبطولة كأس العالم معي الآن في هذه اللحظات الإعلامي والناقد الرياضي علي الزين من دولة لبنان الشقيقة نتحدث عن رسائل كثيرة ومتعددة لمونديال قطر عشرين وعشرين بعيداً عن الإطار الفني الداخل الملعب والإثارة الحاضرة لكن كان هناك خلال هذه البطولة رسائل متعددة الأستاذ علي الزين رسائل كثيرة ومتعددة لمونديال قطر عشرين وعشرين كانت هذه الرسائل محطة احترام من الجماهير من المنتخبات المشاركة من جميع الوافدين إلى هنا إلى قطر أول شيء من رحم فيكم بقطر والصعداء بتواجدكم الرسائل كانت واضحة وصريحة وخطوط عريضة زفين ولأن قطر منش مستعدة تتخلى عن مبادئها وعن قيمها وعن كل شيء ديننا الحنيف أسسه ومن ركازه لمجرد تسعة وعشرين يوم كرة قدم هذا الشيء يعني الحمد لله كان واضح وصريح وبنهاية مع الوقت الناس اقتنعت أنه أي دولة بالعالم لازم تثبت لحتى تأخذ كل ما تطمح إليه والحمد لله قطر أثبت للجميع أنه كأس العالم الحالي هو الأفضل بالتاريخ شوف الناس كيف مبهرة بالاستادات شوف الناس كيف مبهرة بالبنية التحتية شوف الناس كيف مبهرة بوسائل النقل شوف الناس كيف مبهرة بالمجتمع القطري والتعامل مع الجماهير شوف ان القطريين كيف فاتحين يعني ايديون مستقبلين العالم ضمن قيمهم فجعلوا يعني فقدموا رسالة للعالم انه بقيمنا ممكن انتوا تكونوا يعني مستمتعين الى اقصى درجة لكن لا تجي تفرض علي الناس اللي اجيت عم تفرض اجندة معينة دفعت التمن وسقطت اول الناس وغادرت المونديال وبعتقد كل المونديال سعيد بخروج كل من كان جاي عنده اجندة والحمد لله الامور ماشية الناس مستمتعة المونديال عم يسميت يوم بعد يوم انه هو الافضل عبر التاريخ والجميل كذلك سيد علي هو التقبل الجماهير الوافدة الى قطر هنا الى هذه الرسائل الكبيرة وتأقلمها على الوضع القائم هنا في دولة قطر يعني انت خود العبرة من جماهير الدول اللي هي كانت حاملة لواء بعض القضايا اللي ما يعني انا يعني اربق بنفسي انه اتحدث فيها يعني شوف الجماهيرها اللي هي عم تتحدث عن احترام البلد اللي رايحين عليه الناس عارفين انه مثل ما احنا يعني باللسانهم بتحبني اجي لعندك واحترم قيمك واحترم مبادئك واحترم قوانينك واحترم طريقة عيشة انت كمان بدك تجي لعندي تحترم كل شي انا عايش على اساسه فالاحترام المبادل متبادل بيعمل بيعمل عرف نمشي عليه كلنا والامور بتكون باحسنة وبعدين ما عليش عفهم كلمتين مش بعض الدول هي بده تعلمنا كيف نظام الحياة بده يكون لأ كل دولة عندها عندها قصصها عندها مبادئها ولازم تحترم اشتركوا في القناة